المحاضرة دي هنتكلم عن اول طبق في الكمبيوتر الدرافك وهو الترانسفورميشن طبعا عندنا 2D ترانسفورميشن و 3D ترانسفورميشن نتكلم الاول يعني ايه ترانسفورميشن الترانسفورميشن هي عبارة عن اوبريشن انا بعملها على اوبجيكت معين او على شيء موجود فيه على الشاشة بحيث ان انا اغير البوزيشن بتاعه او الوريينتيشن او الصيز يعني ان انا اغير الموقع بتاعه او الدوران بتاعه او الحجم بتاعه فبالتالي كان عندي الترانسفورميشن الاساسيه ان انا اعمل translation او rotation apple او provisioningale translation يعني انا الubeجيكت من مكان لمكان او rotation ان انا اعمله دوران او ان اعمله scaling و اكبره او صدمل طبعا في انوع تانية زي الشيرينج والrifليكشن دي انا اقودها بعد شوية الترانسفهمشن زي ما هو واضح كده أن أنا بيكون عندي بوينت بعمل عليها فانكشون معينة بتروح لمكان تاني فبيبقى معايا FB بيديني بوينت جديدة يعني فدي النقطة ودي النقطة بعد ما عملت عليها فانكشون معينة بعد ما نقلتها أو يعني بعد ما عملت عليها أي حاجة مش لازم يكون لني نقلتها بس عملت عليها فانكشون معينة طيب خلنا ناخد الترانسفورميشن أن أنا عندي نقطة هعمل عليها حاجة هتتكون لنقطة جديدة الحاجة دي ممكن أعملها أن أنا أترانسليت الأوبجيكت أسكيل الأوبجيكت النقطة يعني النقطة نفسها أكبرها أن أنا أعمل إيه أنقلها من مكان أعمل لها روتاشن طبعا الكلام جنرالايز دي مش نقطة واحدة على أبشيكت بحاله يعني فممكن الوبجيكت كله عمله rotation الوبجيكت كله عمله translation أو scaling فالبيج جديدة بتساوي function في البيل قديمة أول حاجة هنتكلم عليها translation أو 2D translation translate يعني أنقل الوبجيكت من مكان لمكان ده ما عامل move a point along a straight line pass to its new location بنقل النقطة من مكان لمكان من مكان هالقديم لمكان جديد بحيث طبعا أن النقطة القديمة لو كانت إحداثيها x و y أنا طالما نقلتها للحاجة تانية فلو نفرض مثلا دي 3 و 4 خلانا نقول 2 و 2 وأنا نقلتها النقطة تانية أو زودت حاجة في ال x بعد ما هي عند 2 بقت 5 يبقى أنا زودت على 2 5 يبقى ال x هزود عليها 5 هتديني ال x الجديدة ودلوقتي النقطة دي كانت عند y 2 وبعد كده بقت عند y تانية اللي هي دي فكي أني مثلا زودت 2 تانيين فبقت النقطة تانية اسمها 4 بدلا ما 2 و 2 بقت 5 و 4 فال2 الأول نية زودت عليها 3 في ال x يبقى ال x زائد 3 و ال y الجديدة بتساوي ال y لقديمة زائد اللي أنا زودتو يبقى بتساوي ال 2 زائد ال 2 بقت 4 فإن جنرال يعني ممكن أعبر عن الإكوشن دي بالشكل ده أن أنا ال x الجديدة وال y الجديدة عبارة عن ال x القديمة وال y القديمة زائد tx t y حيث طبعا أن النقطة القديمة بتساوي النقطة الجديدة بتساوي النقطة القديمة زائد t أو زائد translation vector اللي أنا عملته خلاص طبعا أنت هنا تبقى واضحة يعني فلو عايز شوف الترانسليشن أنا عندي الشكل اللي هو عزي الساعة ده لو كان موجود في البوزيشن ده كده ده خلينا نقولي ال square ده كله ال square ده كله أو مربع ده كله اتنقل فبقى موجود هنا ده معناه أن ال x يعني النقطة اللي هي 0 و 0 دي بقت هنا بقت مثلا 5 و 5 نقطة اللي اسمها دي بقت هنا فحصل أن كل نقطة عندك في البتاع في الشكل زودت عليها رقم ثابت كل مرة يعني دي 0 و 0 بقت 5 و 5 لو كان دي 10 و 10 دي بقى 15 و 15 يعني أنا بدي بس مثال فإن أنا بزود على كل x y رقم ثابت دي بزود عليها في ال x 5 يبقى زود على دي كمان في ال x 5 ودي كمان أزود عليها في ال x 5 فهتيجي هنا وكده طيب ال x الجديدة بيستوي ال x الأديمة زائد T وال y الجديدة بيستوي ال y الأديمة زائد T فلو كفكتور x-y- أو x bar y bar بيستوي ال x y وعايز أعبر عن الحاجة دي على هيئة ماتريكس دي كده دي إقواشن عبرت عنها بشكل تاني إنه هو تبقى فيكتور جامعته فيكتورز لكن لو عايز أعملها على هيئة ماتريكس هتبقى إن الماتريكس دي عبارة عن 1-0-tx 0-1-tx هتبقى إن أنا لو جيت أجمع أو إن أنا أعمل ضربة عن العملية دي هجمع هضرب هضرب ده أول صف بيه أول صف أعتقد كده يعني ده ده في ده هاي بقى معي ال-x هضربها في 1 هتبقى x وبعدين ال-x هضربها في السف سوري لا هو كده 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 لكن ماشي معي ال-x هضربها في الواحد زائد ال-y هضربها في السف يعني سف وبعدين زائد خلينا نقول y في سف عادي يعني 1 في y 1 في x زائد ال-y في سف زائد ال-x خلاص طبعا خلينا نقول إنه فينا 1 فينفع إننا أعبر عن الترانسليشن على هاي ايكوشن أو فيكتور سميشن أو ماتريكس ملتبليكيشن فيبقى في الآخر 1-x بx و ال-y في 0 ب0 وال-x دي هتبقى tx تمام هتكتنفذ نفس الحاجة في تعمل نفس نعم ال-y هتضرب دا في دا يعني ال-x هتضرب في سف هتبقى سف وال-y هتضرب في واحد هتبقى واحد و بفرد في واحد هنا بس كنا مش عايزة موضوع الوموجينيز دلوقتي هنا في واحد وفي هنا واحد خلاص بينا سفر سفر واحد طيب لو عايزة عبر عن الماتريكس الترانسليشن على هيئة ماتريكس هتضرب كده ال x y x هتضرب في 1,0 tx فالx هتضرب في واحد بـ x زائد ال-y يبقى سفر زائد ال-واحد في tx يتجن tx فال-x الجديد هتسوي x tx بعدين هتضرب دا في دا عشان نقب وال-y الجديد يبقى y sorry ال-x هتضرب في 0 يابقى 0 y هتضرب في 1 يبقى y و ال-1 هتضرب في ty يبقى ty يتبقى القديمة جديدة عبارة عن وي ز chic tx. بس يعني. خلاص. فدي x الجديدة. ولو عايز تجيب الالمنت ده دي حاجة كده أنا بك نشرحها بعدين يعني. لو عايز تجيب الواحد الجديدة فهتبقى عبارة عن ان تضرب كل ده. ال fix في السفر. يديك سفر. لو кто في السفر. وال واحد هديك واحد. كانت ده واحد وده واحد. طيب اهم. اوكي. ايه كنت طبعا هناخد مثال لو معايا بقول لي نترانسليت ابوليجون ويس كوردنيت كذا وكذا وكذا باي سري يولت ان اكس ديريكشن وي اربع يولت ان واي ديريكشن يعني لو معاك اوبجيكت معين الحداثيات بتاعته ترى لما طلت نقط يبقى هو مسلس نشوف كده هو عبارة عن مسلس ماشي مسلس النقط الأولية اتنين وسبعة والتنية سبعة وعشرة وبعدين عشرة واثنين عايز اترانسليت المسلس ده بحيث ان انا ازود كل النقط دي في ال اكس تلاتة وازود كل النقط دي في ال واي اربعة فال اكس دي ده تبقى ان انا هزود تلاتة واربعة يعني هزود الاتنين هزودها بتلاتة هتبقى خمسة والسبعة هزودها باربعة تبقى حداشر وبعدين ده النقطة اللي اسمها سبعة وعشرة هزودها بالاربعة والتلاتة الاربعة السبعة هزود عليها تلاتة تبقى عشرة والعشرة هزود علىها أربعة, هتبقى أربعة عشر النقطة السي الجديدة هزود على العشرة والاثنين هزود 데�الة والاثنين أربعة هزود على العشرة ثلاثة هتبقى تلات�� والاثنين هزود عليها أربعة هزود Miranda ده الترانسليشن لو عندي مثال تاني وعايز أنفذ الترانسليشن ده فقول لي أنا معي نقطة أو مثلس يعني A و B و C بحيث أن أنا عندي نقطة 2 و 2 و 10 و 2 و 5 و 5 المثلث ده يعني عايزة أترانسليت أترانسليت ذا ترانجل ويز الدي X ب 5 والدي Y ب 6 يعني عايزة أن أنا أزود في الـ X 5 وأزود في الـ Y 6 لو أن أعملها بالفكتور دي كده إحنا عملناها بالطريقة بتاعة الـ X الجديدة تساوي الـ X الأديمة زائد الـ TX طمام وأن الـ Y الجديدة تساوي الـ Y الأديمة زائد الـ T1 خلاص بحيث أن النقطة دي كانت مثلا 2 و 7 ف2 هجمع عليها ثلاثة والسبعة هجمع عليها أربعة خلاص الـ Y يعني الأربعة يونت و دي ثلاثة يونت و دي ثلاثة يونت و دي ثلاثة يونت و دي ثلاثة يونت فدي إن أنا أعملت الترانسليتشن بطريقة الـ X اللي هو الـ X جديدة بساوي الـ X الأديمة زائد الـ TX طيب عايزة أعمل مثال تاني بس هحلا بقى بطريقة الـ Vector Submission الـ X جديدة هتساوي الـ X الأديمة زائد الـ TX هنضي القرام بتاع الـ X الأديمة 22 و 10 و 25 و 5 بتاع المقى بتاع المثلس فالـ 2 و 2 هجمع عليها خمسة و 6 لأنه هين هاي اللي هاي اللي الـ X ب 5 و الـ Y ب 6 فهجمع عليهم خمسة و 6 يبقى 2 أنا تجمع مع الخمسة هتبقى 7 والـ 2 مع الـ 6 هتبقى 8 فالـ X جديدة عبارة عن 7 و 8 فأنا مفروض أرسم النقطة اللي اسمها 7 و 8 اللي هي دي دي الـ X جديدة دي الـ A الأديمة و دي الـ A الجديدة ممكن نسمي كده دي الـ A بور تمام طيب عايزة أرسم أجيبكم تلبقى الـ B الجديدة الأديمة جديدة بتسوي الـ B الأديمة زائد الـ T يعني الـ B برعا عشرة و 2 وهجمع عليها خمسة و 6 و 5 و 15 و 2 و 6 و 8 يبقى نقطة 15 و 8 هي الـ B الجديدة فالـ 15 أدي 15 و 8 دي الـ B الجديدة بنعمل هنا دي الـ B الجديدة أو الـ B بور يعني أو الـ B dash و LC جديدة بنفس الطريقة LC dash بتسوي C زائد T النقطة C خمسة و 5 يبقى 5 و 5 زائد التغيرات اللي 5 و 6 يبقى 5 و 5 و 10 و 5 و 6 و 11 النقطة اسمها 10 و 11 بنجي هنا عند 10 و 11 نرسم LC بور أوكي متريكس دي نتعامل معها بشكل أكتر قدام يعني طيب هنتكلم بقى على 2D scaling scaling يعني أنا معي object بالمنظر ده سوري عندي object ده عايزة أشغاره وعايزة أكبره تمام فده معنى 2D scaling ده عبارة عن postive numeric values can be assigned to the scaling vectors يعني أنا يعني عايزة أكبر بمقدار 2 عايزة أكبر بمقدار 3 فأربعة فالرقم اللي أنا بقول ده لازم يكون postive طب لو عايزة أصغر ما بقولش بقى سالب 2 بقول نص ربع طلت بجيب كسور يعني فالvalues للزان 1 بتردوص الobject size لكن greater than 1 بتردوص enlargement أو أن أنا بتكبر size تقريب في نوعين من scaling بعمل uniform scaling بحيث أن less x بتسوي s y أو أن أنا اللي بزوده في x بزوده في ال اتجاه x بزوده في y بحيث أن أنا تلاع الobject لو مربع يطلع لبعا كده مربع صغير لكن لو أنا بعمل differential scaling بحيث أن less x ما تسويش s y فأنا لو عندي مربع زي كده وعايزة أعمل scaling فممكن تلاقي x حاجة وال y حاجة بيتكون الشكل شكله بيتغير يعني طيب يصدم في المودلينج أو يصدم في النهار لو عايز أعمل shapes معينة يعني طيب فده الoriginal وده uniform scaling وده differential أن هنا less x بسوي أو less x لا يسوي less y بحيث أن less x هي التغير أو أن أنا هعدل add a في x وهعدل add a في y يضرب فكتور إي يعني خير أخذ المثال أحسن هي in general x bar بيتسوي sx و s يعني مضروبة في x وال y جده بيتسوي s في y أو أنا لماذا قلت s عادي يعني بس x sx مضروبة في x ودي s y مضروبة في y يعني أنت شوف هتكبر بمقدرة d تضربه في x القديمة وهنا هتكبر بمقدرة d في y تضربه في y القديمة فلو أنا عندي s عندي 0 أنا عايز عمل uniform scaling ف sx بيساوي s y بيساوي نص بيساوي بمعنهم بيساوي بعد عند المظلم الرمز s وهي ساوي نص تمام فلو هما واحد فبنتخليها s عاية بيساوي طيب فلو أنا عايز أعمل scaling بس يكون uniform ساعتها بالs x بيساوي بيساوي من أصلاب رمز واحد وخلاص وهنا عندي نص أنا عايز أعمل scaling بحيث أن أصغر الحاجة بيبقى s الجديدة بتساوي s في x و y جديدة بتساوي s في y بحيث إن لو عايز عمل على عائد matrix هيبقى x y dash هو x الجديدة والx الجديدة والy جديدة بتساوي s 0 0 s وهنا x y بحيث إن صفر يقول لي كده يبقى x الجديدة هتساوي حصل ضربة ده مع ده اللي هي s x وبعدين y الجديدة هتساوي ضربة ده اللي هو صفر في x زائد s في y هيبقى s y هننفع represent scaling بالمنظر ده على هيئة equation أو على هيئة matrix multiplication طيب لو أنا هستخدم non uniform scaling يعني s x y y y y y ساعتها أقول أن x bar يساوي s x مضروبة في x y مضروبة في y لأن x مختلف يعني لو أنا عندي مثال هنا أن s x بنص و s y ب 1 ساعتها الobject هيتحول من شكل ده لشكل ده لأن هو مش بيتغير بشكل uniform يعني أو مش بيزود في x زي ما بيزود في world ف x الجديدة لو عايز أعملي على matrix multiplication x الجديدة والy الجديدة هيساوي s x 0 0 s y وكده فهحول أن أنا أخول d d إزاي أن أنا أضرب ده ده s x في x هيبقى s x مضروب في x وبعدين الصفر في y يبقى 0 يدين دي دي بس بعدين y الجديدة عبارة عن حصل ضرب ده ده اللي هو 0 في x 0 زائد s y في y يدين s y في y ناخد مثال أكيد يعني هو هنا بقول لي لو صبحت أعمل scaling لبوليجون الكوردرات بتاعته كذا بحيث 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 يعني معك أنا عايز أعمله بحيث بحيث أن s x بتحتي بثنين وال s y بتحتي بتلاتة يعني ال s x لا يسوي ال s يعني هعمل non non uniform scaling أو differential scaling طيب عندي ال a القديمة اللي اتنين وخمسة ال x ده شوية ده عايز اجيب ال x الجديدة يعني او ال b يعني هعمل اتنين zero zero ثلاثة وبعدين اتنين خمسة واضرب واضرب يبقى اتنين في اتنين باربعة زائد الصفر في خمسة يدين اربعة بعدين 0 ثلاثة هتدرك في اتنين خمسة يبقى 0 في اتنين بسفر وثلاثة في خمسة في خمسة واضربين ايه خمسة طيب ال a جديدة تبقى عبارة عن اربعة وخمسة اشهر الاحداث بتاع النقطة الجديدة يعني طيب ال b اصلا عبارة عن سبعة وعشرة فال x bar y bar بتساوي اتنين صفر ثلاثة سبعة عشرة اضرب واضرب السفر الاول في العمود ده بقى نف سبعة زائد سفر في عشرة بكذا والسفر في سبعة فلان هنطلع ننسي كده بسبعة عشرين وستة لان السي القديم اصلا عبارة عن عشرة واثنين نرس ده شيء جميل ندخل بقى في لو عز ال طبعا يعني ال موضوع كبير احنا مش نحاول ناخد كله حوالي ال x حوالي و حوالي نقطة 0 حوالي مستقيم معين و rotation حوالين مع عارب الساعة وعكس عارب الساعة فحوار يعني فخلنا بس ناخد يعني مثال بسيط علي نعم عاي object من منظر ده هو square ده كده عايز عمل rotation فهيظهر لي كده هامل rotation يعني السهم ده بقى كده كده يعني والساعة دي جات هنا شوية كده فعملت rotation تقريبا كده عكس عارب الساعة فلص يعني دي جبتها كده شوية مشيت كده فانا مشيت عكس عارب الساعة لان الساعة بتمشي كده فانا مشيت كده فلص طيب فانا عملت rotation فاللي بيحصل ان لما بعمل rotation بقول انت عملت rotation بزاوية ايه فهنا اعملت rotation بزاوية سيتا كأن الobject ده رفعته الفوق شوية بزاوية سيتا يعني هي اياه فده معنى rotation لازم اعرف انا بزاوية كام مع الobject ومحور السينات طيب عشان نفهم rotation لازم بس الراجع الحتة دي اللي احنا ممكن نحتاجها في rotation الsin والكوزاين والتانجنت ده اعتبر functions اصي في حساب المثلسطات او trigonometry لو انا معايا خلينا هنا احسن لو انا معايا النقطة اسمها x y والنقطة الجديدة x y النقطة الاصلية x y بتصنع زاوية اسمها phi مع محور السينات تمام انا عايز نروتيات النقطة دي بالobject بتاعها بقى كل حاجة بحيث ان هي ان ال x وال x يبقى فيما بينهم زاوية اسمها سيتا تمام لو استخدمت البولر سيستم بحيث ان انا ترى ما قلت زاوية يبقى لازم ابص على الر دي ان المسافة بين النقطة والنقطة دي وبحور القصلي بنسمي الر بنسمي الر طيب انا عايز اجيب ال عايز اجيب ال كده دي ال x و دي ال y ان لو النقطة دي عبارة عن مثلا خمسة وثلاثة دا معنى ان ال y بيساوي ثلاثة وال x بيساوي خمسة اكيد يعني فنقطة دي اسمها خمسة والنقطة دي كده يعني لو عملنا كده نقطة اسمها ثلاثة فكده يعني اوكي فانا معايا ال y بيساوي ثلاثة وال x بيساوي خمسة اي لو عملناها بال بولر سيستم اللي هي حساب المثلثات اللي هو بتاع نظرية في صغورس لو عايز يجيب كوزين الزاوية اللي هنا كوزين الفا كوزين الزاوية دي بتساوي المقابل بتساوي المجاور على الوطن اللي هو x على r تمام وبالتالي ال x لو عايز يجيب ال x دي الوحدة هتساوي r كوزين فا صح كده لو عايز يجيب ساين الزاوية عبارة عن المقابل على الوطن اللي هو ويوية على r ولو عايز يجيب ال y الوحدة في طرف هيبقى عبارة عن r ساين فا طيب هامل نفس الطريقة دي على اسمها ايه على ال x بار ال x بار دي بتصنع الزاوية مع محور السينات اسمها فاي زائد سيتا صح كده فانا عايز اجيب ال x جديدة ال x هنا بتساوي r كوزين سيتا r كوزين فاي يبقى ال x اللي قديم عبارة عن r كوزين فاي زائد سيتا صح ولو عملت يعني كوزين زاوية زاوية عبارة عن كوزين الفاي مضروبة في كوزين السيتا يعني كوزين فاي زاوية سيتا بيساوي r يعني r الاول r كوزين فاي كوزين سيتا ناقص r sin phi sin z تمام دي رول في بس سين سيتا طيب ال y الجديدة بتساوي نفس الطريقة اي y بتساوي r سين الزاوية اللي بتعمل والزاوية هنا عبارة عن فاي زاوية يبقى r بتساوي sin الزاوية اللي هي سين سيتا زايد فاي اللي هي تساوي r سين سيتا كوزين فاي زايد r كوزين سيتا سين فون تمام لو حاولت اشيل r سين سيتا دي وحط بدالها ال x هيبقى لي x سين سيتا تمام ولو حاولت اشيل r سين سيتا دي هيبقى لي هيبقى لي y سين سيتا وكي كده طيب يعني دي ال x دي بعد ما بسطتها يعني لو عايز اجيب ال y جديد بعد ما بسطتها هلاقي هنا ان انا عندي r سين سيتا اللي هو y هيبقى سين سيتا ليش بدي اخد الفي بس هناخد الفي يعني هنا x بتساوي r كوزين فاي فهناخد r كوزين دي فاي r كوزين فاي اشيلها ونحط بدالها ايه x هيبقى لي x كوزين سيتا بعدين ناقص r سين فاي وهذا السين فاي وهذا r اشيلها ونحط بدالها ال y هيبقى ناقص y سين فاي سين سيتا يعني دي اللي بعد انا كده ببسط ال x ال x ال x دي بعملها بشكل تاني طب ال y برضو هلاقي هنا عندي r كوزين الفا فاي سوري r كوزين فاي يبقى x يبقى x سين سيتا لان اللي بقى هنا سين سيتا زائد عايز اجيب r سين فاي يبقى عندي r سين فاي ويبقى لكوزين سيتا ف عشان اعمل روتيشن ده معناه ان ال x الجديدة وال y الجديدة بتجابه من المعادلة دي ان ال x الجديدة بيستوي x كوزين سيتا مينوس y سين سيتا سيتا طبعا انترمز اف الزاوية اللي اتعاملت لان بقول انا روتيت بزاوية سيتا خلاص فهتبقى دايما اسمها هجيبها ترمز بس مليش داعبا بالفول بx x بار بيستوي x كوزين سيتا مينوس y سين سيتا وال y جديدة عبارة عن x سين سيتا بلس y كوزين سيتا طيب ده شيء عزيم جدا عايزة ربريزنت الحاجات الكتير دي جدا في ماتريكس نعمل clear عايزة اعطها على هيئة ماتريكس كوزين اعطي ال x جديدة وال y الجديدة بيستوي ايه بالنسبة ل x و Y X مضروب في A ول Y مضروب في x هنا مضروب في OY مضروب في سالب سين سيتا لو حطيت cause sign هنا ظا يديني د x كوزين ث ثيثا في اكس يبقى اكس كوزين ثيثا مينس الواي سين ثيثا اللي هي دي بعدين عايز نجيب الواي الجديدة عبارة عن ضرب الصف ده في العمود ده اللي هو اكس سين ثيثا بلاس واي كوزين ثيثا اللي هي دي فلو انا عايزة عامل البيت جديدة بتسوي الار في البيل قديمة يعني عشان عبر عن الروتيشن ده كده يعني طيب وده انا بيشرحها تاني يعني الاجس الجديدة بتسوي الار كوزين الزاوية اللي بتعمل اللي هو سيتا زائد فاي ولو فكتها تبقى كده وفي الاخرها بسطة تبقى كده بتهالي انا اخد مثال ماشي هو بجبهالي بس بشكل تاني ان انت لو عندك بتاع زي كده وعايز تعملها الروتيشن بزاوية سيتا بزاوية سيتا دي معناه ان انا الوبجيكت هروتيته كده شوية بزاوية سيتا طيب طيب فالاكسي كده بتسوي كده او ممكن اعملها علىية ماتركس ملتوبليكشن كده او انا هنا بنقول جات الماتركس دي ازاي يعني او هنا ده الرول في الاخر بس بنقول جات ازاي طيب لو انا عندي انا شوف موضوع ادي مثال يعني الروتيشن بيقول لي إنت معاك نقطة خمسة و واحد اللي هي X و Y دي خمسة و واحد السيطة بتحت بتسعين فأنا معايا كوزين تسعين مينس سين تسعين سين تسعين كوزين تسعين وهنا خمسة وهنا واحد لو ضربتهم هيبقى في الآخر عمارة عند X كوزين سيطة مينس وي سين سيطة وهنا X سين سيطة زائد Y سين سيطة ال X و Y ال X ب خمسة و Y ب واحد وال X ب خمسة و Y ب واحد والكوزين سيطة كوزين سيطة سين سيطة كده هشوف بقى الكوزين تسعين بكم بسكر والسين تسعين بواحد والسين تسعين بواحد والكوزين تسعين بسفر فمعايا خمسة في سفر نقص واحد في واحد هيبقى سالب واحد خمسة في واحد زائد واحد في سفر هيبقى خمسة يبقى دي دي النقطة الجديدة نقطة اللي اسمها خمسة وواحد الأسالب واحد وخمسة لو خدنا مثال تاني طبعا الزاوية بقى تبقى مساءنية والله فتت خمسة واربعين تسعين دي كانت سهل لو أنا معي بوينت اسمها أربعة وثلاثة عايزة أعمل لها روتيشن كونتر كلوك واسمها عكس عقارب الساعة مهمت لو تاخد بالك ان اللي احنا بنعمله ده عكس عقارب الساعة انت لو ما بصتش عندي المثلث ده مشي كده شوية جي كده فأنا كده بقى مشي عكس عقارب الساعة صح الروتيشن عكس عقارب الساعة هو هو اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو عمل زاوية سيد طبعا كده طيب فلو أنا عايزة أعمل روتيشن كونتر كلوك واس بالأنجل خمسة واربعين فانزل روتيشن ماتريكس آر انزل رزولتينج بوينت البي بار بيستوي آر بي فالإكس بار واي بار بتساوي كوزين سيتا مينس سين سيتا مش عارفة ايه كده نشير السيتا واحدة لها خمسة واربعين كوزين خمسة واربعين سين خمسة واربعين كوزين خمسة واربعين كوزين خمسة واربعين ودي التلاتة ودي اللي أربع اللي هو تسمعها اللي هو تسمع ليش اسمها أربعة وثلاثة معي أربعة وثلاثة الماتريكس دي خلينا بسي نعود عن 25 25 45 y y 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 على جزر 2. نحسبها بقى ونشوفها لو 3 ناقص 4 ناقص 3 يبقى يساوي 1 على جزر 2 والنقطة الجديدة يتبقى 7 على جزر 2. يعني لو عايزة أحسب النقطة الجديدة اللي هو عايزة بالزبط هتبقى زي ما قولنا بس 5 و 1 بقى السلب 1 و 5 النقطة دي كانت كانت 3 4 و 3 الجديدة هتبقى 1 على جزر 2 و دي هتبقى 7 على جزر 2 تمام؟ دي النقطة الجديدة لأننا قلت 4 ناقص 3 ب1 المقام 1 يعني المقام 7 4 و 3 تجه 7 و المقام 1 هيبقى 7 على جزر 2 تمام؟ ده برضو مثال تاني أعتقد فيه مثال كمان طيب مش خلينا نشوف تاني عايزة روتيت بقى مسلس يعني روتيت ثلاث نقط بوتز أورجين باي أن أنجل 45 يعني لو عايزة روتيت ب45 هي هيبا روتيت حولنا الصفر هي هيبا روتيت عكسة عقرب الساعة يعني الإكسيبراشنز دي كلها واحد تمام؟ لأن عندنا عكس روتيتشن مع عقرب الساعة وفي روتيتشن تاني حول لمستقيم معين يعني فخينا بس نتكلم كل ده على مسال واحد بس اللي هو عكس عقرب الساعة أو أو حوالي نقطة الصفر أو اللي هو بزاوية كاسف يقولك زي ما يقولك بس ايه؟ هو كل ده نفس الهول اللي احنا خدناها بس اللي ايه الجديدة هتساوي القديمة مضروبة في كوزين الـ 45 ونحسبها يديك 0 و 0 البي الجديدة بيساوي الكوزينات دي كلها ومع البي القديمة اللي هي 2 و 2 هي هيديك 0 و 2 على جهزة 2 قدينا السيج جديدة هتساوي المعادلة دي أو المتريكس دي مضروبة في النقطة القديمة اللي هي 4 و 2 هيدينا كده تمام؟ يعني هينفع عماروتشن مش لبوينت عماروتشن لأوبجكت يعني ايه ماشي كفائز جدا لو عايز يعمل تاني فخلاص بس الزاوية 90 ممكن عايزين نشوفها نشوفها عادي اهو عادي تريانجل اس جيفن باي الثلاث نهر دول اثنين واثنين تمانية واثنين وخمسة اعملوا روتشن 90 وده معناه ان الزاوية ان السيجنة 90 اللي ده الـ object الوريجنال هنطبع المعادلة الـ R بتاعتي أو المتريكس المتريكس بتاع الروتشن اسمها كوزين 90 اه ما انا اصلا عندي كده عندي الـ P R الـ P' تساوي RB والـ R دي هي المتريكس ديان يعني فقال يحسبها لأول كل واحد بقى وطري يتحلو فقال يحسب الـ R بتساوي كوزين 90 سالب 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 90 سالب 90 كوزين 90 فلاقها سفر سالب 1 وواحد سبل خطها في كل الحاجات بعدين بدأ يشوف كل نقطة النقطة دي اسمها 2 و 2 حطها 8 و 2 حطها 5 و 5 حطها بدأ يضرب و يجمع يضرب و جمع أو يعني يضرب في الاخر الثاني كده مثلا 0 و 2 ب 0 سلب 1 و 2 بسلب 2 بعدين 1 في 2 ب 2 0 جازة يطلع ب 2 دي الأي بار الجديدة فلو جيت أرسم دي الأي هيا عايزة أكسب النقطة دي في الاخر اسمها سلب 2 و 2 هجي عني أنا سلب 2 و 2 أرسمها يبقى اسمها A بار بعد كده البي بار الجديدة 0 وسلب 1 و 1 و 0 والنقطة دي اسمها 8 و 2 أضرب كده 0 في 8 وبعدين و أجمع مع سلب 1 في كده يبقى سلب 2 و 0 في 8 8 والصفر كده يبقى 8 في الآخر سلب 2 و 8 قدي سلب 2 وروح 8 هنا بنسمها ايه البي بار وهكذا بقى بالنسبة للسي احنا كده خلصنا الترانسليش خلصنا الترانسفورميشن الحاجات الأساسية اللي بنسمها basic transformation operations اللي هي الترانسليشن والروتيشن والسكيلي بعد كده بنظهر لنا حاجة اسمها reflection اللي هو انعكاس وبعدين فيه shearing اللي هو زي ما بنسمها الحراف أو النوع يبدأ يبوص في الشكل يعني ما بيعملش ترانسليشن طيب عايزين نشوف reflection reflection يعني انعكاس ده عبارة عن transformation that produce a mirror image of an object is called reflection يعني الترانسفورميشن اللي بيكون صورة للإمج يعني صورة للأبجيكت بنسميها reflection ونقدر نسمى reflection انه هو بيجي نتيجة rotation محور اللي أنا بعمل reflection حوالي يعني بدل الوقت بيعمل أنا كاس حولة محور الـ x حكده reflection about الـ x اكس اكوم reflection as follows reflection about line y 0 is accomplished with the transformation matrix 0 1 حاجات كده ما عارفش انا شوك بتاعها ولا نسيبها كده خلاص مش عارفة هو انت بس بالفهم يعني انا دلوقتي البتاع ده لو عايز تعمله rotation حوالين الـ x اكس طبام ده معنى ان الـ y بزير لا هو بقولك حوالين الـ y reflection حوال الـ y يعني يعني ماقول reflection حوال الـ y يعني اقصد الـ x اكس ماشي بنعمل ايه بقى انت دلوقتي شايف ان الـ 2 بقت سالب 2 والـ 3 بقت سالب 3 والـ 1 بقت سالب 1 بقى ايه يبقى انا الماتريكس بتاعتي اسمها 1 0 0 سالب 1 نجربها كده هتلاقي ان الـ y ان الـ x الجديدة بقت سالب x صح بعانا شوفها كده احسن نعرف بقى بس الـ x الجديدة بتساوي سالب x والـ y هي الـ y يعني تاني كده ان هنا معايا مسلا نقطة دي اثنين واثنين ثلاثة واثنين واحد وخمسة فبقت سالب 2 واثنين سالب 2 وسالب 2 هو سالب 2 وسالب 2 وسالب 2 سالب 2 سالب 3 وسالب 2 واده سالب 1 وسالب 5 ايضا الوقت غيرت طيب يعني لو عايزة اعمل ده عايزة اعكسه يعني عايزة اجيب ده هنا هو العكس يعني يعني انا بس ادت مثال طيب انا معايا هنا ده عايزة اخلي هنا يبقى بعمل حوالين الـ y x لو بعمل حوالين الـ y x يبقى الـ x بسالب وال- y زي ما هي تبام يعني ده جبته هنا فال- y هي المرايا بتاعتي اقول انا بعمل المرايا حوالين ال- y فده هيجي هنا يبقى انا بعمل رفليكشن حوال ال- y لو عملت رفليكشن حوال y ده معنا ان ال- x تبقى سالب وال- y هي هي انا اعتقد في الرسمة دي معلش يعني هو عمل خلاص انفهم بمثال واحد هنا لو معايا الرسمة دي وده ال- y axis وعايزة اخلي ال- object يبقى هنا فانا بعمل انعكاس حول محور ال- y فالنقطة دي الموجة بكله ده بقى سالب بس ال- y هي ايا فال- x داش بتساوي سالب x وال- y داش هي y تمام ده ال- reflection حوالين ال- y لو عايز ايا 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 عايز اعملها على هيئة matrix يعني ازاي اخلي ال- x bar تتساوي سالب x هخلي هنا سالب 1 0 0 1 تمام فال- x bar هتساوي اضرب ده فده يبقى سالب x في x بسالب x زي 0 y يبقى ما فيش في بسالب x يبقى x bar هتساوي سالب x زي ما هي واضحة هنا يبقى reflexion حول محور y about the y x فده اللي هي دي اللي هنتكلم فيها عايز بقى حوالين x x هي هي وال- y هي اللي بقت سالم اه اه فعلا يعني انا بس ممكن اكون مشواخدة بالي ده كده اللي اول مثال شرحة فيه ده reflexion حوالين x فاللي حصل النقطة دي اسمها 2 و2 فبعت 2 وسالب 2 وده 2 و3 3 3 و2 بعد 3 وسالب 2 فال- y هي اللي بقت السالب وده النقطة دي مثلا اسمها 2 و3 2 ونص 2 ونص يعني النقطة اسمها واحد دي وطريبا بيقول ان 1 2 3 يعني سوري يعني ان ده مسلس 1 2 3 العضاء بتاعته او الزوايا بتاعته واحد 2 3 دي ممكن اسميها النقطة يعني انت احنا لقون مسلا دي اسمها 2 و3 اي كلام وده اسمها 5 فان اربعة 4 و 3 خلاص نقطة دي اسمها 2 4 دي اسمها 3 و 5 انتو شايفين ان النقطة دي لما اتنقلت هنا بقت اسمها اي بقت برضو اسمها 2 بس سالب 3 يعني الو يبقى بالسالب صح كده ونقطة دي اتنقلت هنا بقت اي بقت اربعة وسالب 3 يعني الو يبقى بالسالب صح كده ونقطة دي 3 و5 بقت كم بقت آ آ آ بقت عند الثلاثة برضو بس الواي هي اللي بقت بالسالب بقى 3 وسالب 5 خلاص فلو عايز عمل رفليكشن حوالين ال x axis ده معنى ان الواي هي اللي بالسالب يجي نشوفها كده في المثال يعني ده الواي لو كان نفسي بنفس الشكل ده يجي كده احسن بوضع بس شوف لو عايزة عمل رفليكشن حوالين لو عايزة عمل رفليكشن حوالين الواي axis ده معنى ان انا هتعمل بالمعدلة دي يبقى x bar هيساوي سالب x وال y هتساوي y bar هتساوي وار كمام هنا اللي انا لسه شرحها دلوقتي ان x bar عايزة عمل رفليكشن حوالين ال x اللي حصل ان ال x فضل x ال x هتساوي x وال y هتبقى سالب y y هتساوي سالب y عشان اجيب معاقم matrix بتعبر عن ال equation دي كده دي اللي هو لو ضربت كل ده في x y x y هيبقى الواحد في ال x بx والصفر في y بصفر في بقى ديني x دي ال x الجديدة ال y الجديدة عبارة عن سالب y ازاي اللي هو صفر في x بصفر وسالب واحد في y وسالب ودي برضو ان انا عندي هنا بسمها ايه دي x ودي ودي عشان اخلي ال x عشان اوصل لماتريكس بتقول لي ان ال x بسال سالب x هيبقى سالب واحد سفر سفر واحد بحيث ان سالب x في x في سالب x و y هيبقى سالب x وهنا تمام الموضوع السهل يعني لو انا بقى عايزة اعمل رفليكشن حوالين ال 2 ال x وال y عايزة اعمل رفليكشن حوال ال 2 هنا x y يبقى ال x الجديدة بكام وال y الجديدة بكام x الجديدة وال y الجديدة ال x الجديدة بالنسبة للمعادلة كده او بالنسبة للماتريكس ال x الجديدة هتساوي سالب x و y الجديدة هتساوي سالب y وطبعا احنا مش مجرد معادلة يعني انت ممكن بص على الشكل جده بص على الرسم داي انت عملت فيها اي يعني مثلا هي 2 بقى سالب 2 وسالب 2 ال x وال y يتغير مثلا دي 3 و 5 3 و 5 بقتوا نقطة هنا السالب 3 وسالب 5 c مثلا 4 و 2 بقت هنا اسمها سالب 4 وسالب 2 فال x وال y اتغير فيبقى matrix 2 فعايز تعمل reflection حوالين x يبقى x سالب y سالب عايز تعمل reflection حوالين y فال y سالب x reflection حوالين اتنين فالاتنين بوبسل دي ده reflection طبعا انا اخد مثال اكيد يعني لابعندي ال object اللي هو باللون الازرق ده اتنين واحد اربعة واحد تلاتة وخمسة عايز اعمل reflection فعايز reflection حوالين x حوالين y وحوالين x وال y طيب واللي بيحسن ان احنا بنخلي كي حاجة سالب بس يعني ما بنضبش ولا بنضرب ولا يحفر ماشي فلو عايز اعمل reflection حوالين x فالx ثابتة وال y بتتغير فانا هنا حوالين x فالobject تابع في الحتة دي فده reflection حوالين x ال x ثابتة وال y بيتغير فيبع عندي اتنين بسالب واحد اربعة بسالب واحد وثلاتة بسالب خمس اي ال x ال y هي ثابتة وال x بتبقى سالب بتيجي ده يبقى هنا هيبقى كل حاجة يعني هرسم مسلس عادي بس ال x هتبقى سالب معاي سالب ثلاثة وخمسة وسالب اتنين واحد وسالب اربعة واحد معاربش يالي اتنين بس مفوص سالب اربعة اوكي اقاب علش يعني انا بس سالب اتنين واحد تبقى دي وسالب اربعة عايزة اعمل حوالي ال x وال y هيبقى كله بالسالب سالب ثلاثة وسالب خمسة وسالب واحد وسالب اتنين وسالب واحد وسالب اربعة وسالب واحد سالب اتنين اتنين ده الرفلكشن اعتقد يعني ممكن يكون فيه مسال كمان طيب موضوع كبير احنا ممكن نوصل ها ونعملها عشان انا حاسة ان الموضوع هنطول بس ماشي عادي لو عايزة اعمل رفلكشن حوالي ال x سوري لو عايزة اعمل مثال كمان بقول لي مش اعمل رفلكشن بقى وعايز معاك ترانجل بالإحداثيان بتاعته زي انا بالظبط وعايز اعمل رفلكشن حوالي x وحوالي one فانا اجبن اترانجل عايزة فلو عايزة حل الاولاني اللي هو about x اكس فده معانا ان y بزيرو وان مش مهم ان ده الماتريكس بتاعتي من رفلكشن ماتريكس و ال 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 رفلكشن ماتريكس هتلعلي كده فاللوامع من رفلكشن حوالي ال x فال y هتغاية لو هي 4 4 6 4 6 6 ماشي واجرسم ده يعني هو ده كده اهو كله بالموجب هتبقى هنا تبقى 3 وسلب 4 و 3 و 6 وسلب 4 و 5 و كذا عايزة اعمل رفلكشن حوالين حوالين ال رفلكشن حوالين ال y ده معانا الماتريكس رفلكشن بتاعتي هتبقى كده فال x هي بزيرو بالسلب هضرب من غير مضرب ولا اي حاجة الماتريكس او البوينتس دي هخلي كل الكساب بتاعتها بالسلب او عكس شريطها يعني يبقى سلب 3 سلب 6 سلب 5 اه وارسمه ما يطلع لك اه مثال كمان عادي يعني خلاص ممكن نعملها عادي مش 3 ولا حاجة هو بس معلومة تانية احنا لسه ما قلناش اللي هي ننضيف الصفار يعني ممكن نعمل واحد وسلب واحد عادي يعني المثال دي عشان احنا لسه ما خدناش حاجة ممكن تحل كده كده يعني كان الماتريكس تعتنا خلاص كده سبنا بالصفار والوحد عشان هستمش رحنا واش وانحل عادي هطلع علي برضو عادي يعني نحلها عادي ودي برضو هيجي في مرة هشرح ان ليه مرة ساعات ممكن نضيف حاجة كده ليه ما خلناش سيما احنا بتعودين لها لازمة يعني او لها همية يعني بعدين فانا دلوقتي ما عرفش الرسم اسم ده بولي ومعين مسلس دي احد السيب بتاعته الماتريكس عايز عايز عامل رفليكشن بحيس الماتريكس بتاعت عبرها كده واحد وسلب اكس وسلب واحد سلب واحد يعني الواية تغيرت يعني بها رفليكشن حولين الاكس بس بتكلم بالمعنى فالإي الجديدة هتساوي ان الاي هضربه في الماتريكس والبي الجديدة عمر عن البي هضربه في الماتريكس والسي جديدة عمر عن سي هضربه في الماتريكس مش محتاجة اوبراشن اصلا انا مجرد ما عرف ان هي كده فانا هغير كل الويات ستة وسلب اربعة تلاتة وسلب اربعة اربعة وسلب تمني ناخد بقى ناخد الشيرينج فيه اوبراشن أنا بشويه الأبجيكت distorting or changing the shape of the object by differentially moving some of its vertices as if the object's internal layers are sided over each other is called shearing يبصت كده حاجة زيكت يعني حاجة زيكت ندواتي معايا object وكأنه شديته من هنا شويك بقى شكله عامل زيكت خلاص فالشيرينج ده بيدستورت الobject أو بيشويه بهذا فيما يعني ممكن يكون في بعض الانيميشن أو بعض الابليكيشنز بضطر انه نعمل حاجة ده في الobject يعني فبعمل ايه بيكون الاقوشن بتاعته الاقوشن بتاعته مثلا عامل زي الاكس الجديدة بتساوي الاكس القديمة زاعد الشيرينج فاكتور مضروفة في الواي تمام الاكس الجديدة بتساوي الاكس القديمة زاعد الواي مضروبة في ال-SY وال-Y الجديدة بيتساوي بيتساوي ال-Y القديمة زائد ال-X مضروبة في ال-SY تمام كده ال-X الجديدة بتساوي ال-X القديمة زائد وال-Y القديمة بيتساوي ال-Y الجديدة بيتساوي ال-Y القديمة زائد زائد ايه بقى ال-X الجديدة بتساوي ال-X القديمة زائد ال-Y مضروبة في ال-SY او الشيرينج فاكتور وال-Y الجديدة بتساوي ال y القديمة زائد ال x مضروبة في الشيرينج فكتور في جاء ال x فبلايينج الشيرينج ترانسفورميشن الشيرينج s x و s y البوينت اسمها x y ده معنا ان انا بيجي نقطة جديدة اسمها x dash y dash بالكوشن دي بعملها على هيئة كوشن ماشي بعملها على هيئة ماشي يبقى ال x هتضرف في ال y بحيث المتركز تحت y 1 s x و s y 1 لو حاولت اضرب ده في ده هيديني كده كده في كده يعني ال x x y مضروبة في واحد s y واحد x في واحد بx وبعدين زائد ال y في s y ايه y s y دي مين اول صف اول عمود يعني ايه ال x بعدين d في d اول صف في تاني عمود يعني اول صف في تاني عمود اللي هي ال y ده مشنجيب ال y برع 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 عن x دي هتضرف في دي بقى ال x هتضرف في s x و هو يضرف واحد يعني y زائد ال x طيب دي من الشيرينج بيحصل with respect to the origin shering transformation are carried out with respect to the origin of the coordinate system so that an object that is not centered about the origin will not only be deformed by sharing transformation but also shifted يعني لو حاولت تعمل ال operation دي كلها والobject مش موجود عند النقطة 0 0 مش هيحصله شيرينج كويس لازم تنقله الاول origin وبعدين تنفذ الشيرينج وبعدين تركعه الزيرو تاني لو حصل if the s x 0 the share take place in the x direction يعني لو عملت لو كانت the s x ب 0 هنا في 0 ده معناه ان انت تخير كده the s x هنا ب 0 في المعادلة هيبقى the s x d ب 0 فيبقى عندك y y الجديدة بتساوي الواي القديم عادي والx الجديدة بتساوي x زائد حاجات فانا بعمل sharing في x direction ال x هي اللي هتغير لكن لو s y ب 0 s y هنا ب 0 جت عاوض هنا في المعادلة لا s y ب 0 فيبقى x زائد 0 يبقى x x الجديدة بتساوي x والy الجديدة بتساوي y زائد حاجات يبقى انا اعمل sharing في اتجاه الواي خائد هتلاحظ ان sharing matrix زائد scaling بظبط بس نطلقى في scaling هنا s x وهنا s y هنا دي انواحد التانية كانت شكلها عامل زائد كده ادي s x scaling في x y في x direction وهنا الواحد وهنا واحد وهنا ال s و شبهها شوية ولكن ال dn عكسها ممكن نسميها s h على فكرة sharing وهنا sharing sharing x sharing y sharing f بس بقولك انها شبهها بس هي بس هي هي بس ما اتلغ اتلغ اش اوكي هنا بشرحها تاني بالتفصيل بتتغير فبعمل y sharing يعني بعمل y بتتغير y زائد s hy والx سبتة sharing في اتجاه x يعني y سبتة والx بتتغير sharing في اتجاه y يعني x سبتة والy بتتغير ماشي كده دي كده اللي عايز اعمل في اتجاه x دي اللي عايز اعمل في اتجاه y اوكي اوكي ناخد مثال بيقل لي consider the square whose vertices are 0 0 1 0 1 1 وكذا اللي عارو ده perform the sharing transformation in the x direction 1 direction والي 2 ويرن s x 1 وال sy 2 اعمل sharing باتجاه x ده معنا ان انا معايا 1 s x 1 y 1 يعني تبقى اسمها 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 اه هو بقولك لو انت بتعمل sharing في اتجاه الاكس sharing في اتجاه الاكس فده ما لناش دعوه بيقى يعني لو sharing في الاثنين بتاخد كمتين دول عادي تحطهم في الماتريكس لكن لو sharing في اتجاه الاكس بلاكش ضعب الكيمة دي بتحط بدلا صفر sharing في اتجاه الاكس بلاكش ضعب الكيمة دي بتحطها بسفر فلو sharing في اتجاه الاكس وانت تحط وي عادي اللي هي اتنين فمعاك هنا ايه s x s y يعني زير واثنين تجيب بقى ال values بتاع وتضربها فيه واحد سفر اتنين واحد اللي هي 0011 01 01 اه ودل sharing matrix تضربها يديك حاجة زي كده دي بقى ترسم بقى كده ايه before and after عملت sharing للحاجة بقى شكل كده عملت sharing في اتجاه ال y ده معنا ان ال s y بزير وده معنا ان هنا فمعايا ال dagonal بواحد ده العادي بتاعنا دايما هتلاقي ال dagonal هنا بواحد اه دي واحد و اه 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 ال dagonal بواحد وهنا اه اعايز احط ال s x والس و هي حط ال s y بزيرو ويحط ال s x عادي لان اقولك sharing في اتجاه ال y و نضرب ونجمع في الاخر يديك البتاع ده يبقى ده كده لما يبقى sharing في اتجاه ال y طيب لو عايز اعمل في ال 2 ساعة بقى حط 1 و 2 عادي 1 2 s x y 1 2 عادي وانا اضرب و جمع عادين حاجة زي كده يطلع لت اتجاه زي مطوز طيب 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 ده اللي هو ايه هنا sharing في اتجاه ال x بس هيحط sharing ده وده هيحط بصفر لو كان في رسمة تانية زي ده كده بس ما فيش والتاجب لك ده لو عايز يعمل sharing في اتجاه ال y اللي هو يبقى شكل عامل كده زي ما يعني كده 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 هتبقى دي اللي بزيرو ودي اللي بقيبة هتمنى طبعا دي هتبقى اضحى طيب clear all فده معنى sharing وده مثال على sharing سواء كان بال x وال y او بالاثنين بكون سيد رقم اللي جاب هالي لو قال اللي في الاثنين لو قال لي واحدة بس فلو في اتجاه ال x بخلي ثالث ويبقى شكوا كما ده مثال تاني مثال تاني ماشي اه اه زى triangle with الcoordinates دي ابلاي عليها sharing في الاثنين في ال x axis و اتنين في ال y axis و find out the new coordinate of triangle solution ال a b والc دي النقط وال sharing في باتجاه ال x بس قال ده and ده يعني الاثنين مع بعض هعمل على matrix فال x الجديدة بتساوي ال x القديمة زى ال s x y y y الجديدة بتساوي y بس معايير y الجديدة بتساوي ال وال القديمة بتساوي 2 وال x الجديدة بتساوي ال x القديمة زى كده مهم ال x القديمة ب2 وال sharing 2 y y اصلا ب2 اللي هو احنا اصلا في النقطة دي 2 و 2 فالده 6 فالنقطة بتسمعها 6 و 2 ده نتجرب بقى على zero فال x الجديدة عبارة عن x القديمة زى ال s x y تمام لا ده هو هنا بيعمل x sharing في اتجاه x بس برده استغربت قلت ليه بيخليها 0 ليه بيخلي y هي y القديمة عشان هو بيعمل x sharing وبعدين هنا تقريبا يعمل y sharing ولو عايز يعمل اثنين مع بعض برحت بقى طي فيعمل x sharing ده معنا ان ال x يبقى s لو عايز يعمل sharing في اتجاه ال x معنا ان s x بزير صح عايز يعمل sharing في اتجاه ال x معنا ان s x بزير اما عرب شو وليه حددها يريد ممكن تكون y يريد تكون x في المهم يعني هنعملها بنفس الطريقة بس وين عمل على اي عادي وهنعمل حاجة ونثبت التانية وهنا هنعكس هيبقى x هي اللي ثبت وال y هتتغير و فكده عمل sharing بس انا اعتقد d y او انا مش مركزة يعني بس ده sharing في اتجاه ال x وده sharing في اتجاه ال y وده sharing في الاتجاهين اوكي مش في الاتجاهين هو ده الوريجنال وده الوريجنال وده في اتجاه ال a ال x في اتجاه معين يعني يعني احنا حلنا كده وطلع لنا كده فده الحل الاولاني وبعدين معايا كده طلع لي الشكل ده اوكي فهو عمل بس sharing في اتجاه وفي اتجاه ال one ومجر ممكن مرة جاية عشان بس طول بتاع الفيديو فإحنا دلوقتي اخدنا transformation خدنا عندي transformation وانواحها اللي هي translation rotation scaling بامثلة وهكي اخدنا نوعين ثانية اللي هو sharing or reflection بامثلة برضو وان شاء الله كما في فيديو كاي